اشتركوا في القناة والذي تم على اثرها الاعلان عن حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني فقد صرح محافظ مصرف البحرين المركزي سعادة السيد رشيد محمد المعراج صرح انه الحاقا لتوجيهات المصرف الصادرة بتاريخ السابع عشر من مارس الجاري فانه يجب على جميع البنوك التجزئة وشركات التمويل وشركات التمويل الاصغر ان تقدم لجميع المواطنين البحرينيين والشركات المالية وغير المالية المقيمة ستة اشهر تأجيل لاقصات الديون بدون رسوم وبدون فوائد على الفائدة ولا زيادة في سعر الربح الفائدة ويشمل التوجيه الرصيد المستحق لبطاقات الايتمان الذي تم خصمه بالفعل من حد بطاقة الايتمان اعتبارا من التاسع عشر من مارس الجاري ولا يشمل التوجيه اعلى عمليات الايداع والاقراض فيما بين البنوك ويجب على اي عميل حسب ما هو معروف اعلى يرغب في الاستفادة من فترة تأجيل اقصر من ستة اشهر او لا يرغب في الاستفادة من خدمة التأجيل ابلغ مؤسسة الاقراض التي يتعامل معها وفقا لذلك كما يجب تطبيق هذا التوجيه ابتداء من مارس الفين وعشرين حيث يجب ان لا يتم خصم القص المستحق من حسابات العملاء في مارس الفين وعشرين